موسيقى نشرة اخبارية مفصلة من تلفزيون لبنان اهلا بكم مساء الخير البطل الشهيد علي الحاج حسن الى مثواه الاخير مكرما قرفاقه العسكريين في لقاء الوداع في شمستار وسط الاجواء الشعبية في كل لبنان الحافظة للابطال الذين حرروا البلد من ارهابي داعج سياسيا ترقب لمواقف يطلقها الدكتور سمير جعجع في معراب غدا وغدا مساء يصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى موسكو على رأس وفد وزاري لاجراء محادثات حول الوضع في لبنان والمنطقة وتتركز المحادثات على التعاون اللبناني الروسي في كل المجالات وفي الرياض محادثات سعودية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي ينتقل بعد ذلك الى الاردن وبالعودة الى الوضع المحلي نشير الى تحقيق عسكري مع رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري في ضوء ما ادل به ابن المطلوب مصطفى الحجيري الملاقب بأبي طائية حول علاقاته مع ارهابيين وفي الجنوب تم العثور على جهاز مراقبة زرعه العدو الاسرائيلي وتجدر الاشارة الى استمرار حملة التهويل الاعلامي والعسكري الاسرائيلي على لبنان اذا لبنان ودع الشهيد علي الحاج حسن بغصة ودمعة ودعت شمصطار الفخورة ابنها البطل علي الحاج حسن نعش احد شهداء لبنان اخرج من منزله محمولا على الاكتاف واستنثر الورود والارز باتجاه حسينية البلدة حيث سلية عليها ورغم كل الدعوات والمناشدات شهدت البلدة اطلاق نار كثيف منذ اخراج الجثمان وحتى وصوله الى الحسينية حيث ادى رفاق الشهيد التحية العسكرية له وترافق ذلك مع اسف لحن الموت واطلاق الزغاريد من الحشود التي تجمهرت من مختلف المناطق مشهد الامس المؤلم تكرر اليوم في حسينية شمستار حيث تحلقت عائلة الشهيد وحشود كثيف حول جثمانه مودعة روحه بلوعة وحسرة وقد تقبلت تعازي الى جانب والد الشهيد الوزير حسين الحج حسن وشيخ محمد ياسبيك اضافة الى ممثل وزير الدفاع وقائد الجيش العميد الرقم حمد حيدر الذي عبر عن امتنان مؤسسة الجيش لعائلة الشهيد التي قدمت فذة كبدها في سبيل الوطن وتل نبذة عن حياة الشهيد العطاء الحقيقي هو ان يبدو الانسان الكثير من القليل الذي يملكه فما اعظم عطاء الشهيد الذي يبدل اغلى ما لديه وهو الروح قربانا طايرا على مسبح الوطن الشيخ ياسبيك من جهته اعتبر ان السيادة لا تعطى وانما تأخذ بالمواقف الصادقة والدماء الطاهرة نحن اليوم لهذا المأتم الوطني الجامع الذي يؤكد على ضرورة الوحدة والتكامل وعلى احتضان الشعب للجيش والمقاومة العميد المتقاعد شامل روكز الذي شارك في التشييه عبر من جهته عن حسرة وغصة بسبب التقصير والاهمال الذين ادى الى اختطاف واستشهاد العسكريين داعيا الى عدم التراجع عن المطالبة بالحقيقة لانها وحدها التي تحرر دماءكم يا شهداءنا الغاليين لن تنسى انتم ايها الشهداء ايها الاعلام والاقلام ورسالات الارز فوق المدى ووراء الماوراء اي كوة في العرب تلك التي تقاتل وتفتي بروحها وطننا ارواحكم لم تموت بل هي تعيش وتحيا فينا وكان والد الشهيد قد ابأ يوارى عريس الكفرة قبل ان يبيت ليلته الاخيرة في منزله الجهد اعلنت قيادة الجيش مدرية المخابرات ان وحداتها ضبطت في وادي الزعرور وادي حميد في منطقة عرسال مخزنا للذخيرة وبداخله عدد من قضائف الهون وصواريخ متعددة الانواع وخمس عبوات ناسفة معدة للتفجير وقد اجري اللازم بشأنها استقبال شعبي لفوج المجوقل في الجيش اللبناني العائد من جرود عرسال ورأس بعلباك الى ثقناته تكريماً للجيش اللبناني تجمع عدد من المواطنين في بلدة زحل الاستقبال لفوج المجوقل في الجيش اللبناني العائد من جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع إلى ثقناته ليكون له محطات تكريم في عدد من البلدات من المروج إلى جرود كسروان وصولا إلى ثقنات غسطة إلى ذلك أعد أهالي الشهداء العسكريين عند دوار بلدة دوريس الرجاهة مدخل بعلبك الجنوبي استقبالا لفوج المشوقل فنثروا على ضباطه ورتبائه وأفراده وألياته الورود والأرز ورفعوا الأعلام اللبنانية ورايات الجيش وصور الشهداء العميد المتقاعد محمود طبيخ والد النقيب المغوار الشهيد أحمد طبيخ وباسم أهالي الشهداء العسكريين ألقى كلمة فقال أهلا بالأبطال الذين نحروا الإرهاب أهلا بالأبطال الذين لا يتراجعون أهلا بالأبطال الذين استردوا جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع والذين يحمون لبنان تحية لهم ولشهدائهم تحية لقائد الجيش المغوار ونهنئه بهذا النصر العظيم وإن شاء الله من اليوم وصاعدا لن يبقى إرهاب على حدودنا وصواريخ تسقط على ضيعنا وانتحارينا يفجرون لا في القاع ولا في الهرمل ولا في الضاحية بدورها وجهت والدة الشهيد طبيخ أكبر تحية لضباط الجيش ورتباء وجنوده خصوصا فوج المجوقل الذي استشهد ابنها في صفوفه على تلة الحمرة كشف مصدر أمني عن عثور عناصر من مخابرات الجيش على جسم مشبوه في رويسات العلم مقابل بلدة كفرشوبا وقد عملت مجموعة من سلاح الهندسة في الجيش على تفكيك الجسم ليتبين أنه عبارة عن كاميرا للمراقبة زرعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المكان موجهة إياها نحو المناطق المحررة اشتركوا في القناة أحييكم من جديد رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون الذي استقبل قائد الجيش وقادة عملية فجر الجرود اعتبر أن البعض حاول أن يسلب الجيش انتصاره مؤكدا أنه لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية والأمن مجددا تحية الافتخار بالانتصار ومقدما التهنئة فردا فردا لقائد الجيش العماد جزيف عون ونائب رئيس الأركان للعمليات وقادة الوحدات العسكرية الذين شاركوا في عملية فجر الجرود ومدرية المخابرات والتوجيه والعمليات رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد لدى استقباله لهم في قصر بعبدة أن في السياسة ثمت مواقف وطنية وثمت من يتجاهل أنه لا يجوز اللعب في القضايا الوطنية الأساسية خصوصا أن الأمن يخص الجميع من دون استثناء واستغرب أن من سلم الأرض بات خارج المحاسبة وكرر في الوقت نفسه وجوب عدم إدانة بريء وعدم تبريئة الجاني في أي تحقيق بالنتيجة أنه انتصرت أنا بدي أعلق أكتر على خارج المعرك في شيء وطني ما بينلعب فيه والشيء الوطني هو لكل العذاب السياسية لكل مثل ما بيقولوا مكونات المجتمع اللبناني لأنه بخصهم كلهم بأهم مشاغلة حساسة هي أمنهم بأصار في لغض كتير اللي سلم الأرض ما يجو صوبه بس اللي حرر الأرض صار هو كأنه مسؤول وبدون يخطفوا لحظة الانتصار عن الجيش مع أنه جيشنا بعيد كتير عن السياسة جيشنا عم يحافظ على البلد ومن هون تجي قيمة الوطنية ولذلك لحتى نرد هالموجه عنه فتحنا التحقيق إنا في كلمتين ثلاث هن جوهر الموضوع ما بدنا نجرم بريء ولا بدنا نبرق مهمل واستشهدوا بس في ناس استشهدوا كمان إنه عم بيحضرون وإذ بدت عليه تعابير التأثر العميق خصوصا أن الجندي يقول كلما دعاني الواجب أنا حاضر شدد الرئيس عون على الأمل بالاستقرار أنا كنت قائد جيش بعد في العسكر وكانوا يدمعوا مني كلما أخسر جندي في أذن بأي ظرف وبأي وقت أنا بتأثر بأي أخسارة طبعا بفرح بأي انتصار ومشارككم الشعور أنتوا أن تتقدموا بكل محبة بنيكم في مستهل اللقاء كان العماد قائد الجيش قد عرض للمراحل التي تمت فيها عملية فجر الجرود ودور الوحدات العسكرية كما تحدث عن الحضور الإعلامي الذي وفر مواكبة موضوعية للعمليات الميدانية وشكر قائد الجيش رئيس الجمهورية على مواكبة الجيش منذ اللحظة الأولى لانطلاق عملية فجر الجرود وحتى انتهائها وإعلان الانتصار ردا على سؤالنا حول ما يجري من مواقف وسجالات قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه من المؤسف أن المعركة العسكرية صار بدنا نخوضة بالأعلام والمراجعات القدائية بدنا نخوضة بالأعلام والمحاكمات بدنا نخوضة بالأعلام مع احترامي للأعلام الذي من حقه دائما أن يملك المعرفة في كل الأمور لكن السياسيين ليس لهم حق التصرف في كل شيء إن مبدأ مصلحة الدولة العليا لا نعرفه بحق بلدنا وهذا أمر يؤدي فعلا على الأقل اتهامنا بالثرترة حاج الناس تهبط حيطان برة الصحان وحول ما إذا كان يجري سيؤثر على مصير الحكومة قال بري هذا شر لا بد منه في بيت الوسط عرض رئيس الحكومة سعد الحريري الأوضاع مع السفير القطري في لبنان علي بن حمد الميرين وزير الدفاع يعقوب الصراف الذي قدمت تعزية بشهدي الجيش اللبناني أحسين عمار وخالد الحسن في فنيدئ أكد أن دم شهداء الجيش ليذهب هدرا والتحقيق العلمي والشفاف سوف يجري حكما فجر الانتصار وفجر الدولة وفجر المؤسسات بذغ حتثبت الدولة أنه دم عسكرة ودم شهداء ما بيروح صدى أصبح حكما هالتحقيق العلمي والعملي والشفاف سوف يجري وأؤكد ذلك اللواء أشرف ريفي قدم بدوره التعازي لذوي الشهدين في فنيدق مثنيا على تضحيات شهداء الجيش وصبر ذويهم واستذكر ريفي مع الأهالي الأوقات الصعبة التي عاشها البلد غدا تختطاف العسكريين الشهداء موجها التحية للرئيس تمام سلام كل من نعرف تماما مثلما تشرفت أم حسين تقول نعرف مين فعلا عرق المفاوضات كما طلوب أول شيء سجين وحيد فقط لغير يطلق أسران العسكريين الحقيقة حساب الله منع مهتم المفاوضات وكل من نعرف تماما هاي العلمان المسلمين وكانت عم تفاوض بشرف الحق للأمانة وبجدية تماما أطلق النار عليه محاولة اغتيالة اللي بنعا بدوره مفاوض للشهيد أحمد الحجيري أحمد الفليتي اللي فعلا كان عم يفاوض بكل أمانة وبكل شرف الكل من نعرف تماما من قتاله واجهة تحية الحقيقة لرئيس تمام اسلام اللوم بأنها ما يهولوا عليك نهائيا وكذلك أمر واجهة تحية للجنرال جون قهواجي ما يهولوا عليك الحقيقة كان بدون ياك تغرأ بدم أهلنا بعرسال أنت حماية عرسال نطبع لحنا حماية عرسال ولحنا سنسجل للتريف أنه نعم موقفك هو حماية عرسال حضرة الرئيس تمام اسلام اللي واء محمد خير حضرة المزير الشغريكي هني وحضرة وأبو فعور عروح هني اللي ويكبوني بواجعني بصريقني ببكيني عالطريق معني بعرسال معني طلعت على الجرد معي أنا مرة دقيت لهم من قلب الجرد قيت لهم حضرة اللي واء أنا بجرد قصة واحد نال داتا قال لي اللي بدك يم أمل هو بفرنسي بس هلخط ودق من فرنسي وقال لي أنا بان إيدي الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع للدفاع اللواء سعد الله حمد ممثلا الرئيس سعد الحريري قدم التعازي لذوي شهداء عكار يرافقه النائب خالد زهرمان وقد أثنى الرجلان على تضحيات العسكريين الشهداء نحن نقف اليوم في رحاب الشهداء نقف على أرض التضحية والوفاء قلب الشمال الحبيب النابض عكار هذه المحافظة التي لا طالما تميزت بتقديم أبنائها البواسل فداء للدفاع عن طهارة أرض الوطن من تدنيس الإرهابي والإرهابيين فبوركت هذه الأرض الطيبة وبوركت دماء أبنائها التي روت مساحات الوطن لتزهر كرامة وعزة وانتصارا وبس نقطع المرحلة بعد مرحلة التعزي طبعا طلبنا طلب الأهالي طلب أهالي الشهداء طلب أهالي المنطة أنه يصير في تحيي جدي لحتى كل مقصر يتحمل المسؤولية بخسارته للشباب ما ننسى كمان في مكان معين في غصة عند الأهالي عم يحسوا أنه كان في تأثير في مكان نتمنى المقصر لأنه هذه الدماء غالية على قلبنا النائب غازي العريض الذي مثل تيمورجون بلاط في رعاية معرض بيسور لأعمال البناء 2017 والذي نظمه الحزب الاشتراكي واتحاد بلديات الغرب الشحار وجه التحية من شهداء بيسور إلى شهداء الجيش الذين سقطوا من أجل وطن يليقوا بنا أفردت صحيفة الشرق الأوسط صفحة كاملة لللواء عباس إبراهيم ووصفته برجل الأمن في لبنان عين الدولة اللبنانية وأذنها يحارب التنظيمات الإرهابية ويفاوضها وإنما يدمن النجاح في المهمة والمسارات والوسطات إنه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي لمع اسمه في صفقات التبادل الناجحة على هذا المسار حيث كان دوره العمل لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة للبنان ودفع أقل الأثمان الممكنة وهي بحسب صحيفة الشرق الأوسط أثمان كانت تدفع غالبا من جيوب الآخرين لا من الدولة اللبنانية التي لم تفرج في صفقات التبادل التي شملت مواطنيها وأراضيها عن محكوم واحد ولم تدفع فلسا واحدا وللعلم فإن طريقة تنفيذ مهماته وبالتالي علاقاته بكل المتناقدين جعلت منه محاورا مقبولا ووسيطا مطلوبا في أكثر من ملف داخلي أو خارجي ومنها استرداد جثث معاردين لبنانيين للنظام السوري ومنها ما يتعلق بمخطفي أعزاز أو راهبات معلولة أو المخطفين لدى النصر وهلما جرا وصولا إلى عرسال وإلى نجاحه المجلي في مهماته مديرا عاما للأمن العام وعلى رغم الانتقادات التي توجه إليه من هنا وهناك من الفريقين المتقابلين في لبنان إلا أنه وبحسب ملاحظة الشرق الأوسط وبحسب رئيس تحرير مجلة الأمن العام العميد منير عقيقي فإن اللواء إبراهيم تعاطى مع الفريقين بتوازن لافت ومع التزامه والتصاقه بالمؤسسات الرسمية ووزارة الداخلية إضافة إلى إشاداته المتكررة بدور المقاومة القريبون من اللواء عباس إبراهيم يقرون بصعوبة دوره الوسطي وبحفاظه على الوسطية الإيجابية وتأمينه التزام الثوابت التي يحكمها الدستور وردا على أسئلة تستفسر عن احتمالات أن يضلع بدور سياسي أو في مواقع سياسية في وقت لاحق يجيب العميد عقيقي نريد أن ننتظر خمس سنوات أي نهاية خدمة اللواء إبراهيم لنرى إنه يكون في المكان الذي يمكن أن يخدم فيه أكثر وتبقى الإشارة إلى مواقع ومراكز قيادية عدة تنقل فيها اللواء عباس إبراهيم منها المغاوير والمكافحة ورئاسة فرع مخابرات الجنوب والأفواج والألوية المقاتلة ومهمات وسطات ولقد قال عنه ذات مرة قائد الجيش العماد ميشيل عون في الثمانينيات قال عن الملازم أول عباس إبراهيم حينها إن هذا الضابط سيكون يوما ما في مواقع ومراكز قيادية مهمة أعطى وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل توشيهاته لبعثة لبنان الدائمة في نيويورك برفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن الخرق الجوي الإسرائيلي الأخير لسيادة اللبنانية وذلك بعد اعتراف السلطات الإسرائيلية بقيامها بهجوم صاروخي ضد أهداف على الأراضي السورية انطلاقا من الأجواء اللبنانية من جهة ثانية دعى باسيل خلال العشاء السنوي للتيار في البترون إلى المحاسبة الشعبية عبر الانتخابات أكيد قد ما كنا حزنين لأنه في شهداء سقطوا بس كمان لازم نكون عارفين أنه هيدا الشي لا صار وكيف صار مش تنحاسب سياسيين لأنه المحاسبة السياسية معروفة وهذه محاسبة شعبية ويلي بيتحملوا المسؤولية السياسية أعلنوا عن نفسهم بوقته ما في لزوم لا نفتح محاضر ولا نعمل تحقيق سياسة تحقيق السياسة أصحابه علنين عنه نحنا كنا بقلب القرار ومنعرف تماما شو اللي صار الأهم هو أنه شعب ما يحس بالمسؤولية هو أنه هو بيحاسب شعبيا هو بيحاسب سياسيا وأنه ما بيتشفى من حدا ولا بيفتح سجلات الماضي إلا لنتعلم بالمستقبل يلي مش قادر يزبط ضاعته ما فيه يحكينا أنه بيزبط وطن أهلا بكم من جديد وزير العدل السابق شاكيب قرطباوي يدعو إلى انتظار نتائج التحقيق في تطورات عرسال 2014 عرسال 2014 فاجعة وطنية وطعن بكرامة الجيش والقوى الأمنية وألم الأهالي لن يداوى إلا بتحقيق شفاف يظهر المسؤوليات لتبيان الحقيقة الوزير السابق شاكيب قرطباوي يؤكد أن حادثا إجراميا من هذا النوع يستلزم التحقيق ويدعو إلى انتظار نتائجه يبقى هذا التحقيق بعيدا عن تجاذبات سياسية بعيدا عن تجاذبات الطائفية المذهبية مع الأسف الشديد وينصرنا في لبنان وحتى بعيدا عن المناقشات والمناكفات العلنية والإعلامية كي يبقى للقضاء نوع من الهدوء لقضاء الهدوء الداخلي لا يعمل بوجباتهم كما يجب رئيس جمهورية وهذا وجباته وهذا حقه وزير العدل طبعا تجاوب طلب تحقيق قضاء دعونا لنا استبقى التحقيق ماذا جرى في قابل 2014؟ شو الملابسات؟ شو اللي صار؟ كيف نخطفوها العسكر؟ الأهل بدي يحكوا بعطفتهم بس نحنا بنحكي نحنا بنفهم عاطفة الأهل منقدرها ونحنا كم واطنيين قلبنا معهم بس بالنتيجة في قانون بننطبقه شو بقول أنه لازم نعمله من أجلنا جميعا ومن أجل الشهداء استشدوا من أجل وطن والد الشهيد محمد يوسف أكل له كل الاحترام كل التقدير هذا الرجل الجبار اللي عطانا أمثولي إلنا جميعا فلنمتثل به شوفوا الصبر طبعه شوفوا كيف تصرف شوفوا هالكبر النفس هالإنسان اللي عطانا دروس جميعا وهو المصاب مين المتوقع أن يأخذ هذا التحقيق الوقت لأن هناك أكثر من مئتين شخص سيسألون تحيات تحيات أكيد ما بتاخد وقت إلى ما لا نهاية بس اللي سمعته طبعا مش بطلعات تحيات اللي سمعته أنه ربا هناك حوالي مئة وخمسين أو مئتين شخص بده يستجببوا بين شهود بين أشخاص في شكوك ضدهم بتاخد هذه مش قليلة وهلأ نحن بمرحلة التحقيق الأولى التي تجريه نيابة العامة العسكرية بإشراف نيابة العامة التميزية بعدنا بالتحقيق الأولين بس تكون حد أدنى من الوقائع عندهم يدعي المدعان العسكري يعني فوض الحكومة لدى محكم عسكرية يدعي ويحيي الملف كله إلى هذا التحقيق الأول العسكري يعني عملية خضائية تأخذ وقت هل قانون السلسلة أسفر عن زيادة الأقصاد المدرسية وهل قانون الطعن بالضرائب سيلقى خواتم سعيدة بيار البايع؟ السلسلة أصبحت مطلب كل مواطن والضرائب باتت هاجسا يقض مضاجع اللبنانيين الكرة اليوم في ملعب المجلس الدستوري الذي تلقى الطعن بقانون الضرائب وليس بالسلسلة وهذا الأمر الذي دفع المجلس الدستوري بإصدار توضيح في هذا الإطار في الأيام الماضية وفي الإطار عينه يسأل البعض إن كان لزيادة الأقصاد المدرسية علاقة بقانون السلسلة موضوع الغلال الأقصاد المدرسية هو مرتبط بإنون السلسلة وهو الإنون الرقم 46 وليس الإنون الرقم 45 ليه؟ لأن الإنون الرقم 46 وهو طبع السلسلة بيقول إنه في الغلال في المعاشات طبع الأسازة بدأت تزيد هذه بتكون إلى كلفة إضافية على المدارس هالكلفة الإضافية على المدارس رح تترجم المدرسة بتترجمة من خلال زيادة الأقصاد المدرسية فإذن ما في علاقة بين الطعن المقدم من حزب الكتائب والنواب الخمسة والعشر اللي مضيوا معهم على الطعن وموضوع زيادة الأقصاد المدرسية حزب الكتائب الذي جمع تواقع عشرة نواب لتقديم الطعن بالضرائب ماذا ينتظر من المجلس الدستوري اليوم؟ اليوم بعتقد واضحة للناس أنه الطعن اللي تقدم تقدم ما خصه أبدا بالسلسلة حزب الكتائب موقفه كتير واضح هو من بالعكس ومع السلسلة ولكن ضد الضرائب العشوائية اللي رح تفرض على الناس اليوم شو رح يصير نحن منعول على استقلالية القضاء التزاما من حزب الكتائب باستقلالية القضاء وبانتظام المؤسسات الرقبية ومنعول على استقلاليتهم بالتالي لازم يوصل هذا الطعن لخواتم سعيدة تتزيح عن الناس هذا السيف لمسلط فوق راسهم وكمان من حزر هون الحكومة مجتمعاتا وخصوصا الوزارات والسلطات المعنية برقابة وبضبط رفع الأسعار في ظل الأخذ والرد يبقى المواطن أسير الانتظار الثقيل للحصول على السلسلة التي طال انتظارها ولكن حتما دون ضرائب جديدة ومزيد من الأخبار المحلية في التقرير الآتي وزير الأعلام الحمر يشوى في المؤتمر الثاني للجمعية الطبية الفرنسية اللبنانية ثمن دورها وما تقدمه من خبرات في مجال الطب جولة لوزير الثقافة غطى صخوري في منطقة الشوف على المراكز الثقافية والسياحية يرافقه من وظفي الوزارة استهلها بزيارة المكتب الوطنية في بعقلين حيث اطلع على سير العمل فيها الخدمات التي تقدمها واحتياجاتها وانتقل بعدها إلى قصر بيت الدين حيث كان في انتظاره مدير عام القصر وجال في أرجاءه واطلع على الأقصام التي بحاجة إلى ترميم وتأهيل ضمن مشروع سوف تطلقه الوزارة لترميم القصر بعدها وصل إلى المركز الثقافي فرنسي في دير القمر وجولة تفقدية على الأماكن الأثرية في البلدة والمعارض التراثية وقال خوري أن هذه المدينة كانت رمزا للعيش المشترك ومهمتنا إبراز الدور الثقافي والحضري التي لعبت فوق عبر التاريخ لمناسبة جمعة الشهداء والقدس الإلهية على نياتهم وضع النائب جوج عدوان إكليلا من الزهر على نصب الشهداء في بلدة مطل الشوف في ساحة كنيسة مارجوريوس بحضور حجد من الفعاليات تلبية لدعوة من النائب إمير رحمي ولمناسبة ميلاد السيدة العذراء والذكرى السنوية لتمثيل سيدة بعلباك أقيم قدس احتفالي في المنطقة ترأسه رعي أبرشياد بعلباك دير الأحمر المارونية المطران حنى رحمي النائب رحمي أكد أن ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة قد سمحت لجميع اللبنانيين أن ينعموا بالأمان وإلى الفكرة الاقتصادية مع نادة الحوت نحن نعرف أن مدينة طرابلس مرأت بأزمة سياسية وبأزمة أمنية وهلأ اليوم هناك محاولات من قبل الجمعيات الأهلية أولا لتحفيز هذا الموضوع وتطويره وإجاد فرص عمل للشباب اليوم أنتو شو دوركم اقتصاديا نحن دور المجلس السياحي دوره اقتصاديا أنا بظن الدور الإنمائي كمجلس السياحي هو بيفتح الآفاق الجديدة ليكون في اقتصاد مرتاح بطرابلس وعلى صعيد الشمال كله ياته اليوم لما نحن نعمل كمجلس مهرجانات بطرابلس ونستغطب آلاف العالم أكتر من 15 ألف زائر كانوا موجودين بأول مهرجان للمجلس بخان العسكر هذا شي دليل رياح على طرابلس دليل رياح على الشمال والمهرجان الثاني اللي بده يصير النهار الجمعة هيدا جمعة سبت أحد بقلعة طرابلس هو مهرجان كمان شعبي غنائي طرابي يستغطب جميع من أنحاء لبنان جمعيات أهلية إنمائية سياحية ثقافية سياسية تشجار كلهم متهيئين بطرابلس وبالشمال كل القطاعات الإنمائية الاقتصادية متهيئين ليكونوا هنم موجودين معنا بهالحدث كنت عن تحكي أن هناك مؤسسة دولية عم تتعاون معه نعم نحنا أنا بدي مع الوانجي بي نعم نحنا هلأ أنا في عندي أنا مجتمعات جمعيات جمعيات بمختلف عن حق لبنان أنا تواصلت أنا ويجيهم كمسؤول العلاقات العامة وعندي أنا معرفة معهم سابقة هني تواصلوا معنا مثل موضوع الأسكوال يوليسكو المجلس المرأة العربية أنا وفي غيرهم كتير جمعيات تجار نقابات سياحية كلهم عم يتفاعلوا مع دور طرابلس اللي يكون لهم وجود بطرابلس ويشرفون على طرابلس لهون لأنه متشجعين كتير لحضور هالمهرجانات هايدي وبيعرفوا طرابلس منتجة إنمائيا واقتصاديا بس كلمة أنا عطاها فرصة لطرابلس إنه تبين وينشغل فيها ونحن دعينا كل الناس يعني على التواصل الاجتماعي من جميع نحاق لبنان إنه قابات كلياتها لا تكون موجودة بأي احتفال بأي مهرجان وتفاجأوا هني المجلس السياحي كيف هو على نشاط دائم وأنتج هالشي كلياته وكسر الحاجز بين المناطق كلياته وأثبت جدارته على صعيد طرابلس والشمال وبينحكى فيه على صعيد لبنان تكريم بطل العالم صائب الهاني في الكيك بوكسنج في نادي بونزاي احتفل نادي بونزاي الرياضي بفوز أحد أعضائه صائب الهاني ببطولة العالم في الكيك بوكسنج بحضور حجد من الرياضيين وقد ألقى رئيس النادي أحمد ماجد كلمة أشاد فيها ببطل العالم الجديد لفئة الناشئين من وزن الثلاثين كيلو جرام واعتبر الفوز ببطولة العالم فوزا للبنان صائب الهاني قدر يتابع بالكيك لايت الهيلو كيك سلايت وأخذ ذهبيت بطولة العالم صائب الهاني تسجل بطل عالم ببطولة العالم بإرلندا إنجاز رياضي لبناني عالمي يضاف إلى سلسلة إنجازات برع فيها اللبنانيون في الخارج في المجالات كافة يذكر أن البطل صائب الهاني له من العمر تسع سنوات وقد انتسب لنادي بانزاي وله في العمر أربع سنوات ووظب على التمرين اليومي لمدة خمس سنوات وهو تلميذ في مدرسة السيدة ومتفوق في العالم وليس في الرياضة فقط ومع هذا التقدير نصل إلى ختام هذه النشرة شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة